اكد السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصر في البحرين المركزي على أهمية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين 2022-2026 باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المملكة والتي تندرج استراتيجيته تحت أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سيد رشيد محمد المعراج محافظ مصر في البحرين المركزي والسيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ مدير عام معحد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وذلك للإعلان عن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين 2022-2026 وقال السيد رشيد المعراج أن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوضع استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين للسنوات الخمس القادمة تضمن مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع ومكانة البحرين المالية والاقتصادية بما يحقق تطلعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية وبما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هذا وتابع بأن تطوير قطاع الخدمات المالية سيؤدي دورا أساسيا في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات المالية ويسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه وشدد المحافظ بأن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله تول اهتماما بالغا بمواصلة تعزيز دور قطاع الخدمات المالية والذي يعتبر أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين هذا ولفت إلى أن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 ترتكز على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن خمس أولويات الرئيسة وهي خلق فرص العمل وتطوير التشريعات والسياسات وتطوير قطاع الأسواق المالية وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية إلى جانب تطوير قطاع التأمين ومن جانبه قال السيد خالد إبراهيم أحمدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن تطوير قطاع الخدمات المالية والمندرجي تحت خطة التعافي الاقتصادي يعتبر من الأولويات والبرامج التي يعمل عليها مجلس التنمية الاقتصادية حيث يشكل تطوير هذا القطاع عاملا مهما في دعم مسارات تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الملائمة للمواطنين وبدوره ذكر الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن خطة التعافي الاقتصادي ستسهم بشكل كبير في جعل بورصة البحرين سوقا ماليا إقليميا وعالميا نظرا لمستوى الخدمات الفريدة والمتنوعة التي تقدمها البورصة من إدراج أو تداول وخدمات أخرى للقطاع المالي لافتا إلى أن بورصة البحرين مستمرة في تطوير آليات عملها بما يصب في تطوير قطاع الخدمات المالية تطوير الفرص المناسبة في القطاع المالي بحيث نفتح أفاق جديدة له وظائف نوعية تناسب وتلائم الكفاءات الموجودة عندنا هذا الجانب الجانب الآخر نبي نوسع من الخدمات المالية بحيث تكون مساهمتها في الناتج المحلي والاقتصاد المحلي بيكون أكبر والجوانب الأخرى أن نحن نبي نأكد على توجه نحو التحول الرقمي وبالتالي كل المنتجات وكل التشريعات والممارسات تصب في هذا الاتجاه البرامج التي طرحتها البورصة هي برامج تم العداد لها من فترة وجاء الوقت اللي تنفيذها ففي فترة اللي تزرع فيها والحين وقت الحصاد منها التطوير اللي راح يتم في مجال التدريب ومجال إيصال للتوعية للمستثمرين الخطة الثانية اللي هي زيادة عدد المستثمرين مؤخرا تم التوقيع مع برصة بوظبي وذلك الإتاحة التداون المباشر بين السوقين ورح يزيد عدد المستثمرين في برصة البحرين بهذا السبب والديجيتال أنبوردينج راح يتيح لنا زيادة عدد المستثمرين في البحرين